جمهور غفير جدا حضر هذا اللقاء خاصة بعد النتيجة الإيجابية التي عاد بها الفريق من ملعب تيزيوزو وربط 40 ألف مناصر جاءوا لمساندة السنفير وجانب من جمهور حمراء وتنقل كذلك ملعب الشهيد حملوي باختصار حضور قياسي روح رياضية كذلك كانت حاضرة وتحسيز الجمهور من قبل نجلة الأنصار واجب في مثل هذه المواجهة الشباب كان السباق للهجوم والسباق للتهديف كذلك للعب دقيقة 23 عمل هجومي وضغط كبير وأخذ ورد في منطقة العمليات أكساس كان آخر من سدد ووقع الإصابة الأولى لصالح الشباب الهدف هذا أسعد كثيرا أنصار السياسي رد فعل الحمراء جاء بعد ذلك زعبية يتلقى كرة في العمق وبين مدافعين يتمكن من معادلة الناتجة وكان ذلك في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل هدف لهدف المرحلة الثانية وعلى إثار هذه الكرة نتاش يلمس الكرة خارج المنطقة ويتلقى البطاقة الحمراء ويترك فريقه بعشرة لعبين المخالفة تولى تنفيذها يسين بالزلز وبيسراها القوية يسكن الكرة شباك الحرس بالعربي فرحة كبيرة لدى يسين بالزلز اللعب السابق لمنودية وهران والعائد لصفوف شباب قسنطينا حدث كل ذلك في الدقيقة الثالثة والخمسين الحمراء وبعد ذلك كادوا يصل لشباك سيدريك بعد مخالفة العربي القائم هنا أنقذ الموقف نلعب الدقيقة 76 بن شريفة في عام الهجومي يعرقل من قبل بالعباس الحكم يعلن ضربة جزاء بون مدايس يتولى التنفيذ ويفشل أمام الحارس بالعربي ينتهي لقاب بفوز الشباب بهدفين يهدف نجيجا أغضبت كثيرا المدرب كفالي حتى عند النوم في نزارة الخام بالكارتون روز حضبوا الهجومي م например يتخلق لخمسيني عمينا لليس لديو ما تخلقنا كثيرا المدرب يتخلق في التعاية من المقابلة ممكن باعث نوعا من المقابلة مهمبوني بمزادة خدمة كبيرة لأننا نشوية دي فات لنزم سحون في البرشام